تعال كيا جماعة براها احنا اخدنا المرة اللي فات لو تفتكروا آآ درس بداية البيوليشي زي ما قلنا اللي هو ان في حاجتين دايورستي اند كلاسيفكيشن شرحنا دايورستي الحصة اللي فاتت يعني كلمة دايورستي تنوع ان الكائنات لما عرضها زاد قلنا جماعة عشان اسهل دراستهم لازم اقسمهم فروحنا اقلينا جماعة هما متنوعين في ايه قلنا ان في تنوع بيحصل في الانيمال والبلانت والمايكرو ايه طيب تعال كده براها كان عندنا جماعة في الانيمال كان بيحصل الديورستي في والشيب والويوف فيدينج والانفيرومنت يعني الصيز يا اما بيجي اما طبعا بيجي زي الاليفانت والرينيسورز والكامل الى اخره زي الليزرد والرابت والرات حاجات صغيرة الانفيرومنت قلنا يا شباب يا اما الانيمال يعيش في ايه تمام قلنا يا اما اوفر لاند ان ووتر طبعا اوفر لاند بقى عندك حدس ولا حرك كل الكائنات اللي عايشين جنبك طيب ان ووتر اللي هو زي الكروكوديل والهيبو والفاش دخلنا بعد كده في البلانت قلنا البلانت التقسم عن طريق اللنس نبات اما يبقى كبير اما نبات صغير لارج اما سمول طبعا زي البالم والكمفر والويج والكلوفر اللي هو لارج سايز ليف وسمول سايز ايه ليف زي البانانة وزي البال اما سايز ليف زي الملخية روحنا جايين بعد كده جماعة على دايفرسي في المايكرو ارجانيزمز يعني مايكرو ارجانيزمز زي ارد انيمل ويتش كان ولا كانت 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 ساي بي دا نجد ايه ان ديس بريد افريوير ان ايران سويلاند ووتر حد فاكر الانسترومنت ربعة الجهاز اللي بيساعد ان نشوف الحاجات دا هيت خطوات بتاعتنا جماعة طبعا قلنا قلنا هنحط على دا هيت بعد كده مادة بالدروبر اسمها عشان توضح بعد كده جماعة قلنا هحط الماتيريال دي كلها وعمل لها كافر وبعد كده هحطها تحت المايكروسكوب اي لنس اوبجيكتيب لنس يلا بينا جماعة حد فاكر اهنوا لنس من دولة كانت المهمة الاي لنس الوبجيكتيب لنس تمام قلنا هي اللي بتديني بتخليني اعمل احسن لان يا طبعا هتاخد الكلام ده بتديه قوة تكبير اقوى او اعلى شوفنا طبعا كينات كتير تلاتة اول واحد اسمه من شاطر يرفع دي قولي الاميبة بتمشي ازاي عايزين حد من الانلاين بقى هيا مصطفى زا اميبة مو زبايزة بزيدو بولز تمام الله ينور عليكي الكائن الثاني احسين اي مستر مع حضرتك ومفوضي مستر ان التالي التالي كان براميسيو شكرا كان بيتحرك ازاي يا حديني سيليا تمام الكائن الثالث يا هنه تعرفي يا رهف يوجلينا برافو تعرفي اتحرك ازاي يا رهف لا السيليا دي في البراميسيو مودي في الاجلم تمام شكرا يا رهف شكرا يا مودي طيب انا عارف ان الملازم لسه بره لكن لو طلبت من حضرتك يعني طبعا السؤال ده اكيد احنا كلنا عارفين نحله تعالك يا جماعة احنا لسه حلين زيه واحنا بنراجع مع بعض الحصة اللي فاتت بحس يبقى احنا بدقين الحصة كده ومع راجعين الواجب كمان تعالك يا شباب محمود اميبة يا هود هود يا مستر ده يوغلينة يوغلينة فيجر نمبر سري يا يوسف براميسيو دول اسماءهم what are the similarities and differences among them بفضل يا استاذ هما شباب بعض في اين هما شباب بعض زير تفضل يا مارك ما مختلفين في يا مارك بقى مفيش حاسي مع ترقية الماشية انت مش مدرسة مالك بيصة انت في الحبروك طبعا جماعة احنا عارفنا اللي احنا نستعيلنا من شوية كان معنا كمان اللي ايه الجيف ريزون طبعا اميبا فروم مايكرو ارغانيزم ازا ايلانها because it can't see by the naked eye but see under the a microscope and spread everywhere we can't distinguish it between بانانا بلانتا انت ملوخية تعرف يا جنا في ايه الفرق بين البانانا والملوخية ايوة تكتبي كده large size leave small size leave صح صح كده معنا جماعة شوف بقى النقطة الاخيرة دي اللي احنا حنبدأ بيها النهاردة لل living organisms must be classified قال لك يا جماعة اللي احنا حنبدأ النهاردة يا شباب ال classification هما ليه الاول تعملهم classification بسبب ال diversity اللي اخدنا المرة اللي فاتت اللي هما متنوعين فانا حاولت ان انا نقسمهم طب انا حسألك سؤال كلنا دلوقتي روحنا المدرسة عشان نوفمبر تست تخيل كده جماعة كل واحد راح واقف مع صاحبه ايا كان صاحبه دهوت معاه في نفس ايه او مش في نفس ايه في نفس الفصل فصل بالانجلش يعني يا مارك تمام اسمها classification اللي هو حضرتك التصنيف فحضرتك احنا بنقسم المدرسة لفصول ليه عشان الميستر اللي حياخد مثلا ميدل وان ايه اللي اقول اول مثلا ما يحترش لان لو كنا واقفين متفرقين ايه رأيك هل حيقدر الميستر يلم الطلبة طبعا لا يبقى يا جماعة بعمل classification عشان تبقى الدراسة بتاعتهم اسهل ان انا معلش زي ما هتعرف قدام لما حط مثلا مثلا يعني كائن معين مع كائن تاني شبهه في نفس الخواص مدخش فاهمين يا جماعة ناص دي زي انت هل ينفع مثلا يا جماعة سيادتك تقف يا مارك مثلا مع مرسلينه في نفس المكان يا راجل حضرتك ميدل وان حضرتك ميدل وان هتهزر هتبوز في حصة بعد اذنك يعني طبعا مش هينفع لان انت شوف انا بحاول اكبرك لكن انت مش عايز تكبر لان انت طبعا في ميدل وان واخد تاني في ميدل كاما جماعة سري فما ينفعش يبقى موجود معاه في نفس الايه البوداشة ينفع يا هانا تقف مع حبيبة في نفس الكلاس طبعا لا انت في ميدل وان وهي في سينير وان يبقى كل واحد ليه المكان يا جماعة بتاعه كل واحد ليه بتاعته اهو ده فكرة ان انا بقسم الكائنات طب بقسمهم على حسب ايه مستر ده اللي احنا هنشتغل به النهاردة ان انا مسلا ممكن اقسم الناس اللي قدامي في السيشن اهو ممكن اقسمك با اكتر من طريقة حد يفتكر كده يقول لي طريقة ممكن نقسمكم لايه والايه معاز شكرا عن طريق النوع ولاد وبنات ادي طريقة مارك مين يا جماعة يقول فكرة تانية ممكن اقسمك عن طريق صدلي ممكن عن طريق العدد مستر ممكن عن طريق العدد ازاي يعني اللي اقول انا ممكن عن طريق المدارس اللي هو يا جماعة بتوع اسماعيل حبروك يجي كده منارة كده صفوها كده فرابي كده بني الجيش كده فاهمين يا جماعة يبقى اسمكم عن طريق المدارس ممكن عن طريق الدرجات اللي جايب اهلا من اعلى من خمستاشر يجي كده اللي جايب اهلا من خمستاشر يجي كده فاهمين يا شباب يبقى تاني لازم يبقى فيه صفة عشان اقسم بها طب لما اقسم الموضوع حيبقى اسهل ولا اصعب اسهل يبقى لو جاء لك جيف ريزون ليه مست بي كلاسيفايد هتقول لكي نسهل دراستها طب يا مستر يا من شاوي انا عندنا ايه برضو الحصة بتاعتنا مقسومة بلانتو قاليمان النهاردة هناخد مين بس حضرتك لما هتروح وانت بتذاكر يا استاذ يشام ورق او قلم في كلمات النهاردة لاتيني طبعا انت المرة اللي فاتت لو جيت قبل الحصة سلمت عليك برة قلت لك بيزيدو بوز هل هتعرف هتقول لي ايه ده يا مستر ايه الكلمة الغريبة دي هقول لك والله انت عامل زي ايه مستر ما تشتمنيش لان الموضوع كان بالنسبة لك قديم ولا جديد جديد لكن دلوقتي كلنا عارفين يعني اللي هي قضام ايه الله ينور عليكم يبقى انا قصد يا شباب ان الحاجة مدام لأول مرة بتبقى صعبة لما بتتذاكر بتبقى اسهل ولا اصعب اسهل فهمنا يا شباب يبقى النهاردة ورقة وقلم ركز بقى انا قلت لك ممكن اقسم اللي قاعدين على حسب المدارس وعلى حسب الدرجات وعلى حسب النوع ولد وبنت ميل وفي ميل طب البلانت يا مستر قال لك احنا عندنا طريقتين في التأسيم اللي هي نومبر سري في الكمبيليت اللي سبناها المرة اللي فاتت ايه هي الميسودز ويتش وي يوز اول حاجة اللي هو الشكل الخارجي تاني حاجة صح صح معنا الموضوع مصعب الموضوع عايز يتفهم لو فهمته حيبقى مية بالنسبة لك اول حاجة يعني ايه الشكل الخارجي يعني ايه من شاطر جماعة يفتكر من قبل كده الشكل الخارجي للبلانت كان بيتكون من وان و تو و سري حد يعرف وان اللي تحت السويل ده اسمه ايه تو ده اسمه ايه سري ده اسمهم ايه صاره المغرب يتفضل يا صاره ايه يا مستر وان اسمه روت روت برافو اللي هي جزور و تو ستم و تو ستم برافو اللي هو الساق برافو اللي هي الاوراق ده كده جميل قوي يا صاره صاره عرفتنا يا جماعة حاجة كانت علي في جونيور فور ان البلانت بيتكون من ثلاثة اجزاء لو جيت قلتلك تاني ده اسمه ايه روت اللي هي الجزور الخط اللي فوق السويل ده اسمه ايه ستم لو الساق شايل عليه من فوق ليفز اللي هي الاوراق ايوة مستر ده انت قلتلي مثلا في الايه فينا واحنا قاعدين ان احنا يا اما ولادي اما بنات انا مش فهم برضو انت قصدك ايه انا قصد جماعة ان في بلانت نباتات عندها روت وستم وليف ايه ده مستر يعني نباتات ما يقول النباتات عندها روت وستم وليف لا في نباتات جماعة مشهورة جدا بالنسبة لك عندها زي اي نبات يخطر في بالك بين بي ميز درق فول امح بسلة اي حاجة في دماغك انت اكيد عارفها ما عدا كلنا بالروح اسكندرية او مطروح او اي حاجة عارفين طبعا السخور صح السخور بيبقى عليها من فوق طبعا لونها اخدر كده صح من شاطر يقول لي الطبع اللون الاخدر دي بالعربي اسمها ايه وانا اترجمها بالانجليش معاز طحالب زي ما مارك اقس خليك يا مارلي شهد انا جبت اخري منه الطحالب دي يا شباب اللي هي لو حضرتك جبت دي اللي هي موجودة على الصخرة ومسا اكتبق دي كده يا مارتينيوس حضرتك هتلاقي ان هي زي خيوط هل يا روت هل يا استم هل يا هليفز يبقى تاني شكرا يا مرسي يا مرسي يا مرسي ربنا يا كلمك يا ربو تتجول يبقى تاني يبقى تاني يا جماعة الدعوة دي بيحبوها اوزي يبقى تاني يا جماعة يبقى الفايصل بتاعنا الاولاني ان انا يا كريم يا غمراوي بقسم عن طريق الالكسترنال شيف البيانت بيبقى عنده ايه وايه روت وستم و ايه وليف كانت ممكن يتميز او ممكن يبقى عنده روت وستم وليف ده زي مين يا مستر بين بين يعني فول بي يعني سلة ويت يعني امح ميز يعني دورة امال كانت دستنجويتش يعني كانت دستنجويتش جماعة عنده ولا ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش ايه وايه وايه طب دي زي مين يا مستر قلنا عليهم اسمهم ايه? اسمها ايه? تاني اسمها ايه? حد واخد باله من التلات الوان اللون ده اللي فوق ده اللونه ايه؟ جرين وده براون وده ريد قال له يبقى انت كده عرفت خلاص يبقى مين شاطر يا شباب لو جيت قلت لك سؤالة هو اقع المنارة من سنتين عرفش مين هنا في منارة what is meant by algae كريم وليد اتفضل it's the type of plants that can't be distinguished into root stems or its leaves شكرا they are and have different colors bravo they are the plants which can't distinguish which ما بيقدروش يتميزوا into stem leaves معلش عشان انا ذكرتي مش قوية شوية مين اللي من القاعدين بقى يقول لي الوانها الالوان مش فاكرها صراحة ربعة green brown red يبقى لو جيت قلت لك السؤال اللي جاه في المدارس التجريبي السنان اللي فاتت compare between كارم ما بين الله يا مستر مقارنة بقى هتبقى جميلة سهلة جدا green and and we 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 الفرقة ما بين الجرين والبين بلانت يا حبيبا. الجرين ان الجرين ولا روت ولا ليس. تمام. اما الجرين بلانت عندها عندها روت وستيملي. برافو. كلنا فاهمين يا جماعة سمياتنا قالت ايه? تاني الجرين هاز ولا هازنت? هازنت. او ممكن اقول كن هازنت روت لكن البين بلانت هاز عنده روت وستيم وإيه وليه. حاجة صعبة لحد دلوقتي? يبقى الشاطر اللي يجمع المعلومات كويس. يبقى تاني. احنا قلنا جماعة النهاردة. هناخد في مين? في الانيمان ولا في بلانت? بلانت. احنا قلنا بنعمل ليه? عشان الموضوع يبقى اسهر ولا اصعب? عشان يساهل الدراسة. طب يا مستر عندنا في البيلانت على حسب كم حاجة? حاجتين. اول حاجة اكسترنال. اي نباتة عنده? روت. هل كل النباتات عندها? قلنا في نباتات كانت ونباتات كانت دستينجويتش. النباتات اللي كان دستينجويتش الروت والاستيم وليه في كل نباتات. الكانت هو نوع واحد اسمه اسمه ايه? تعريف الالجي ايه? they are the plant which كان ولا كانت? كانت دستينجويتش انتو? روت استيم ليب. and it has different color which are red brown green. حاجة صعبة يا جماعة? وممكن يجي لك في الامتحان يقول لك compare ما بين كزا وما بين كزا. وده سهل جدا بالنسبالي. شكرا يا مستر. مستر عن سؤال. فضل يا حسين. هو يا مستر احنا ممكن نفرق بينه مع طريق اللون. حبيب قلبي انت لازم تبقى مرتبط بالمنهج بتاعك يا حسين. ما هو اكيد الرد قال لي لونها رد والبين لونه اخضر. اكيد يعني صح? طب تقارن بالمنهج بتاعك ما تغربش بعيد يا حسين ماشي? يعني مسلا ما ينفعش اجيه اقول لك الفيل والفار اللي من حسنة اللي فاتت تروح ايه اللي? الفيل ما عندوه الفيل اللي عندوه زلومة والفار ما عندوه زلومة. ما ده منطقة اجابة صحة. لكن المنهج بتاعنا ان فيه ده كائن كبير وده كائن صغير. تمام يا سحس? حبيب قلبي يا سونة. فضل يا كيرا. ما هيدي بقى ربنا ما اديها نباتات خصائص النباتات الملحة اللي احتخاطيها ان شاء الله في قولة سنوية. تقدر تعيش على الماتيريال دهيد. يلا يا جماعة نكمل طريقة التقافي. يعني يا مستر طريقة التقاصر. احنا طبعا كلنا نعرف الفكرة العادية خالص. ان انا لو جيت قلت لك ازاي اعمل للنبات. يعني زود عالة للنبات. تقول لي يا مستر بالراعة خالص. هنجيبه عمل ايه اللي موجود ده? الفارمر ده اللي قال فلاح. يحط ايه في السويل? بزرق. والسيد دي يا جماعة. حجمها يكبر وتبدأ تيدينا نبات من اول وايه? وجديد. يبقى احنا عارفين الطريقة العادية خالص اللي هي باي سيد. قال لك لا. قال لك انت عندك بالنسبة للنباتات في جماعة طريقتين. ممكن تتكاثر عن طريق وممكن تتكاثر عن طريق السيد. عشان انت كل شوية الموضوع بيجبر معك شوية. زي ما اقول لك انا قسمتك ازاي? اه مرة عن طريق بنات وصبيان. ومرة عن طريق طريقة المدرسة. بايمين يا جماعة? احنا قسمنا البلانت الاول عن طريق ايه? شيء? بيعنده روت وستموا ايه? يا ما عندوش. ودي خلصناها خلاص. الطريقة التانية اسمها طريقة التكاثر. ان النبات بيتكاثر معا حاجة من اتنين. يا اما عن طريق السبور. يا اما عن طريق السيد. سبور يعني ايه? سيد يعني ايه? طب السؤال بس هو ايه الحاجة المعروفة بالنسبة للحضرطة? السيد ولا سبور? السيدر كنا على جنب. اللي انت عارفها. تعال انا نشرح الجديد. اللي سبورز دي يا شباب نباتات اسمها فيرنس. اسمها ايه? تعال نشوف الفكرة كده براها خالص. الفيرنس دي يا شباب. اللي هي البلانت ويتش تريبريديوس باي ايه? سيد ولا سبور? سبورز. نقولنا لسيد مش دلوقت. سبورز. في ناس ولا قلت سيد. جرسيم. طرفي دلوقت. النباتة جماعة. لما بيطلع بيتكون. بيتكون على جسمه من سبورز. جرسيم. ايا يا مستر انا مش فاهم. واللي سبورز دي يا مستر تعمل ايه? اللي سبورز دي يا شباب هي الطريقة الوحيدة ليه ان هو يعمل ليه? اولا حجمها خفيف. ومع اقل حركة للورقة بتقع. كلامنا مش عليك. بمعنى ايه رأيك لو جاش وقيت هاوى زقوا الورقة دي? ايه اللي هيحصل للزبورة? هلها تقع في مكانها? او تعال انا اخد واحدة هوب هتطير. هتطير فين يا مستر? تقع على السويل. طب لما تقع على السويل تبدأ تنبت. تكون نبات من اول وايه? وجديد. النبات ده برضو. على جزمه من فوق. في كلمة ايه? يبقى فهمنا الفكرة? يبقى تاني. البزور دي بتبقى موجودة جوه الفروت اللي هي الصمرة. انت بتجيب البزرة تحطها في الايه? في السويل. ركزيها هنا. فالسويل يجي عليها مية. تنبت السيد تديك النبات. طب اللي سبور دي يا مستر. شكلها عامل ازاي? اهو. الفيرنس دي سمول تريستيال بلانت ريبريديوز باي سبورز. عندنا نباتين. نبات اسمه اديانتم. ونبات اسمه فواجير. من اول هنا. حنبدأ نطلع وراء وايه? وانا بزاكر بقى في ريكورد. يا لهوة يا الاسماء دي يا مستر معلش بالوراء والقلم. ما كان براميسيوم صعب. قميبة كانت صعبة. يوجي لنا كانت صعبة. لكن دلوقتي بقت سهلة. فباخد حاجات جديدة. يبقى الفيرن اللي هي البلانت ويتش بريديوز باي سبورز. مثالين. اديانتم وي فواجير. تاني كده اسمهم ايه? تاني كده اسمهم ايه? ال اديانتم وي فواجير دول يا مستر دول اللي على الجسم بتاع النبات في سبورز. اللي سبورز دي يا شباب لما بتنط وتقع على الصويل خلاص. استعزن خضراتكم اوريك فيديو. لي البلانت ده. ده اسمه باللاتينة مليكش دعوة. انت عليك كلمة فواجير. كل ما بيقرب من الورقة. شايف النقط اللي عليها دي? دي اليمين. السبورز اسمها ايه? النبات اللي قدامك ده اسمه فواجير. اسمه ايه? حد فاكر التاني اسمه ايه? اديانتم. تمام. حد فاكره هما اللي التاني اسمهم ايه? بيبدوا حرف الف? فيرنس برافو. على فكرة وتحت الورقة. هيخد دلوقتي الورقة ويقلبها ويورهالك. يا هنة ركزي يا حبيب. شايف المنظر? هذا من قريبه. شايفين النقط الصفرة دي? اديل سبورز. لو واحدة من دولة توقعت على سويل هتدينا من اول و ايه? وجديد. تمام كي جماعة? استقبل الاسئلة. تاني كده ايه? شبهها بالضبط. صورة طبق الاصل. ايه دي جماعة الفواجيرة هو? السباة متنظف ومتروأ عشان تشوفوا حضرتك. افضل يا حسين. مستر عن سؤالين ممكن رأولوا واحدة? ايه افضل يا حبيبي. يعني هو يا مستر يعني لما بينزلوا لما يعني الاواء بيتشير يعني لما بينزلوا بيعملوا يعني زارة عنديفة ولا معفنة? لا زارة عنديفة حبيبي اسبول هنا مش مش الجرسيم اللي في الهيومر. شباب الجرسيم ده هيت اللي في البلانت مفيدة. مش زي الجرسيم اللي فينا اللي هي المضارة. افضل يا حسين سؤالات تانية. انا شغال. انا شغال. كتب. فضل. مستر يعني لما لما الهو بيتزير بيتطير الاسبورز ولا بيتطير ورقة الشغر. يا حبيبي الورقة لما بيتهز الاسبورز يتطير فتقع فتكون النباتي الجديد. تمام يا حسين? ماشي يا مستر شباب. ربنا خليك لمصر يا حبيبي قلبي. كريم وليد. يا مستر فيه سؤال هو ممكن تكون السبورز دي تحجمها كبير? قدام حضرتك ايها منظرها باينة. ماشي. تمام. فضل يا مارلي. ايوة. هتعرف الكلام ده ان شاء الله كمين لستري بقى? الاستاذ مارسينيو دلوقتي بيدراسني. حس الجانب بازن الله. فضل ايه كيرية? او بتبقى موجودة على النبات? لا بيتبقى موجودة على النبات بتكون معايا. طيب هايا مصطفى تفضلية هايا? هو حتى كده يا مستر النباتي اللي بيبقى عنيه مستر الاسبورز بيبقى جوال بزر ولا هو اللي علامه بيبقى جوال بزر? لا لا ده حاجة وده حاجة. اللي علي الاسبورز ده حاجة والتاني ده حاجة. تمام? تمام يا هايا? ايوة يوسف? اللي ايه اللي بيطلع من وراء? لا. يلا بينا شباب. مين النقطة اللي احنا عارفينها? معلش بقى? دي بقى حتة غلصة شوية عايزة من خارج تركيز. يبقى تاني احنا قسمناهم عن طريق اللي عنده وما عندوش. واللي ما عندوش اسمه ليه ثلاثة الوان. وبعد كده اخدنا البلانت عن طريق ريبروداكشن. يا اما سبور يا اما سيت. اللي سبور اسمه فرن. اخدنا نباتين. فوجير. وادي انتم. فوجير وايه? طب تعالك الى بالراحة. اللي عندها بيه يا جماعة اللي بتعمل ريبروداكشن باي سيت. قالك العلماء السموم لحكتين. مغطات البزور ومعارات البزور. اثبت عندك يا مستر. ده كلام بالعربي. ما نعايز افهمك حاجة الاول. حضرتك لما بتروح تشتري مانجا اللي خلاص تستطلعت من السوق خلاص. فيه اشرة الخضرة صاح? بتشيلها. بعد القشر الخضرة جزء برتقاني بتقعد تاكله صاح? او تعمله قصيا. بقى كده بتكسب في الاخر? بزرة. السؤال بقى يبقى انا لو عديت من جنب المانجا. اقول المانجا دي يا شباب. من المغطاء ولا من المعرّة? لان انت شايف البزرة ولا مش شايفها? الله ينور عليكم وصلتوا للحاجة اللي انا عايزها. يبقى انا قصدي? اه دي الغطى من برا هو. ودي البزرة جوه هي. الغطى ده اسمه بيري كارب. اسمه ايه? غطاء سامري. واللي جوه دي السيت. ففي ناس بتبقى متغطية. ربنا كريمها كده عندها اشرة. وفي ناس ما عندهاش. طي بركز. اللي ما عندهمش اسمهم جيمنو سبيرم. احنا قلنا جماعة الكلام النهاردة لاتن. محتاج من خاطرك مذاكرة وراء او ايه? وقلم وتسمع ريكورد مرة واتنين وتلاتة. طيب واللي عندها اسمها انجي سبيرم. يبقى تاني. جيمنو ما عندهاش. انجي عندها. جيمنو سبيرم عندها. غطاء. ما عندهاش غطاء. انجي سبيرم عندها. نعم. هنعرفها دلوقتي معناها نحن نتشعر دلوقتي. طيب ركز كده. الجيمنو سبيرم. قال لك اول حاجة نو بريكارب. فاكرين البريكارب. اللي احنا قلنا عن ايه بريكارب? الغطاء. الغطاء الثامري. نون فلاور. ما بتكونش فلاور. يبقى لا بتكون فلاور ولا عندها غطاء. اما اللي يمسر عندها ايه? عندها حاجة اسمها كون. حاجة اسمها ايه? طبعا كلنا نعرف الكونش ايه? الشكل المخروطي صح? اللي هو بالبلدي كيا جماعة. بتبقى كده مسلسة. وطالع منها البزور. مستار. في ناس بقى السنة اللي فاتت. ده شبه كوز الدرة. كوز الدرة لو روحت للراجل بتاع الدرة بدري شوية. بتلاقيه بيتقشر صح? بتلاقيه مسك ورق لونه اقدر فاتح كده وبيقشره. ايوة تمام يا عم. يبقى كده متغطي ولا مش متغطي. بس هي وغدا نفس الشكل. طب دي زي ايه يا مستر? دي زي نباتين. نبات اسمه. اللي هو السنوبر. ونبات اسمه السايكس. اسمه ايه? هل في هنا غطى جماعة على الماتيريال دي? طبعا لا. البزرق قدامنا على طول. حاوري الحركة دلوقتي شكل. صور ميدل وان. ادي السايكس والصورة اللي هناك اوضح. ادي الباين. وادي الباين اهو يا جماعة البزر بتاعته. شبه التوم اه. اه. يبقى تاني. من شاطر جماعي يقول لي. زي ار ايه بلاند? فلاورينج ولا نام فلاورينج? نام فلاورينج. ما عندهاش فلاور. زي ار فورمت. يعني ما بتكونش ورد زي بقى النباتات. كون. ومش جوه. الغطة يعني. ها? برافو. يبقى تاني. تاني خلاص اقربنا نخلص حصتنا. تاني. يبقى. يا اما تبقى اسمها. يا اما انجي سبيرم. تاني. يا اما. يا اما انجي سبيرم. يعني متغطية ولا متعرية? متعرية. يبقى عندها تلات حاجات. نو. فلاور. نو. بيري كارب. انسايد. كون. الامثلة. فاين. انسايكس. فاين اند ايه? تعال الناحية التانية. الانجي سبيرم. مين شاطر يعكس كلمة نو. يرفع ايدي. الانجي سبيرم. حيبقى عندها ايه وعندها ايه? هاز فلاور. لو حد يعرف في الانلاين نفتح المايك. هاز فلاور. اند هاز. بيري كار. حد يفكر فلاور يعني واردا عندها واردا. وحاز بيري كارب يعني غطاء سامري. ايوه مستر. ده زي ايه? ركز كده. تعريف الانجي سبيرم. ذي ار فلاورينج بلانت. السيد بتاعتها بتتكون وبيكون لها بيري كارب. بيكون لها غطاء. اخر كلمتين غلسين. دول يا جماعة بيبوا يا ام مونو. يا ضاي. حد يفكر الفرق من الكلمتين? مونو يعني? واحد. وضاي يعني? انا اسف. اه مونو كوتليدون اند داي كوتليدون. مستر انا مش فهم ايه الكلام ده? اللي يعرف المسل اللي جاي ده يرفع دين. يقول لك عندنا في الجروب هنا رهف وراغد. رحمة وراغد. فولة وتقسمت. ليه فولة وتقسمت نصين. عشان شبه بعض. مسلا مشهور جدا. اللي هو حضرتك. ان البين البين الفول من شطر يقول لي. هحطه في المونو ولا الضاي? الضاي. لان انت لو جيت في العيد الصغير وماما عاملت ترمس والفول. اول ما بتضغط على الفول بتلاقي تقسم ايه? نصين. بيتكون من جزء ايه? لكن هل الويت اللي هو الامحية الصغيرة دي ينفع تقسمها نصين? طبعا استحالا. فالحاجات الداي كوتليدون اتنين. الاول المونو. الميز اللي هو الدرة. والويت اللي هو الامح. اما الضاي اتنين. البين اللي هو الفول. والبي اللي هي البسلة. يبقى ركز. سمي اللي في ايديك خالص. بعد اذنك. البلانت. السمنال حاجتين. يا اما على حسب الاكسترنال ايه? شيب. اللي هو يا اما عنده يا اما ما عندوش. حد فكر عنده ايه? روت وستام وليه. زي بين ميز باين بي اي حاجة. مين شاطر يرفع دي يقولي اللي ما عندوش. ارفع دي. غمراوي. الالجي كم لون? ايه هم. شكرا. ريدوي جرين وبراون. طريقة التكاصل. قسمناها الحاجتين. اول حاجة فيرنس. اللي هي باي. سبورز. اللي احنا هنا جماعة مثالين. فواجير اند اد. يا انتم برافو. فواجير اند. اللي سبور. لو السبور وقعت على الارض. خلاص. هتكون نبات جديد. الطريقة التانية باي. قسمناها الحاجتين. جيمنو. وانجي سبيرم. من شاطر جماعة يقولي جيمنو يعني عنده ولا ما عندهاش. ما عندهاش معراه. حد يفكر الجيمنو سبيرم. نو ايه ونو ايه? وبتتكون فين? تفضل يا مصعد. كون. نو فلاور. نو بريكارب. لكن بتتكون جول كون. نباتين اللي هو الباين. والسايكس. الجيمنو سبيرم. مونو. قلنا الاول انجي سبيرم يعني عنده ولا ما عندهاش? عنده يا هانا. بري بري كارب برافو. طيب مين شاطر يقولي مونو زي ايه? مونو. 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 كان لهم اصفر. مونو. حبيبة. حسني. الميز بلانت يا مستر. ميز ويد. تمام. ضاي. اتقسمت نصين. عمر. ها? بينو بي. طيب. انا عايز بقى شباب وانت قاعد في البيت. اللي هو الشكل ده. تكون عارفه. ليه? ركز. مين شاطر يقارني ما بين? الريد آلجي. والبي. ارفع ايديك. what is the difference between ريد آلجي وبين? فضل يا حديني. كانت استينجويتشت وكانت. كانت استينجويتشت وكانت. كانت استينجويتشت لقيه? لقيه ولقيه ولقيه ما عندوش ايه? استم روت ولي. روت واستم ولي. شكرا. مين يقارب ما بين? الفواجر والبين. انشاطر. الفواجير والبين. حد مركز في الحصة. تفضل يا اسامة. ايه? الفواجير. هنا كنت بقارن بطريقة. حبيبة حسني. بطريقة يا مستر. برافو الفواجير. ده سبورز وده سيلد. ده بيتكسر عن طريق السبورز وده بيتكسر عن طريق السيلد. باين وبيين. كريم وليد. الباين من الجيمنو سبيرمس. انما البين من الجيمنو سبيرمس بي. ماشر طب. تمام. الباين من الجيمنو سبيرم اللي هما نوفلاور نو بيري كارب بيتكونه في كون. أما البين من الهاز بيري كارب اسمهم انج سبيرم. آخر سؤال. ويبقى كده انتم معاكم الخمس اسئلة اللي اتكررت في كل الامتحانات. ميز وبين. مين شاطر يقارن ما بين الفول والدرة. الفول ماله والدرة ماله. مارك. ضاي ولا مونو؟ ميز 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 حيبقى ضاي ولا مونو؟ والفول ده اشهر مثال عن الضاي هو الفول. فولة وتقسمت نصين يبقى ضاي غلط المفروض تبقى مونو. وده ضاي. أستأذن الناس اللي في الاونلاين يا جماعة. خد سكرين للصفحة دي. تماما شباب. واسكرين للصفحة دي اللي هي صفحة المذاكرة. خد سكرين. افتح على الهومورك قدامك دقيقة في توزيع الملزمة. بينتين. طبعا السؤال الاولاني ده. عشان نسهل الدراسة. حسنا النهاردة محتاجة قوة زاكرة. فعشان كده عشوائي اللي حيقدر يعمل سواء إلشرنا نوات للليمون المواد البقاء حقين السؤال الحسنين؟ نمبر تو. فواجير. فواجير. تمام. سايكس بلانت بيلونج ستو. كريم وليد. براون الجسم. غلط. رفع ايديك ليه يا كريم. فضل يا مسعد. جيمنو سبيرم. تمام. اللي هي معراط البزور. نوات ارى كنسدر دفرم مونو كتليدون. مونو اللي كلونهم أصفر عمر. مزان ويت. ديكتليدون بلانت. دلتابع مين. ديكتليدون. ربع. ايه. ايه. سبيرم. تعالك نشوف رايت ساينتيفيك تيرم. بلانت بلانت كانت تستينجويتش انتروت ستم ليم. من النباتات اللي ما عندهمش لا روت ولا ستم ولا ليم. يوزف هودود. ايه مثل الالجي. الالجي. تمام. اللي ألوانها ايه و ايه يا يوسف. ريد و براون. و بلو. و جرين. 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 اجروب اف تيريستيال بلانت. ذات ربريدوز باي فورميشن. افضالي. لا افواجر ده مثال. انا عايز النباتات. يوسف. فرنس. بلانت. ذات سيدة ار فورمت انسايد كون. اندنوات انسايدة بريكارب. هيا مصطفى. ايوه مصطفى. ذات جي. مونس بو سپرم. جم نو سپرم. بلانت والسيدة ار فورمت انسايد بريكارب. النباتات بقى اللي بتبقى جوه البريكارب جوه الغطى السامري. حد يعرف حيبق اسمها ايه. هيا ساوي. انج سپرم. طبعا عندك الجيف ريزون اللي اتنم مع الكمبيت. والجيف ان اكزامبل. والاوبزت فيجر اللي هي ايه سيكس و سابر. افتح الشرح. بيتش كما جماعة. سكيستي ناين. سكيستي ناين. سكيستي ناين. خط خط يا ربع على اخر كلمة دي. اللي هو. يعني ليه بقسمهم عشان يسهل الدراسة. على حسب حاجتين. اكسترنال شيب ووي. افر بريدكشن. كلاسفكيشن اكوردنج اكسترنال شيب. بلانت كانت استينجويتش كانت استينجويتش. انتوريت وستيم وليف الامين. الالجي. يبقى الشاطر. اللي يجي في المكان الفاضي ده. يكتب تعريف الالجي. حد يعرفوا اللي تعريف الالجي. اللي احنا قلناه في الحصة. ممكن نجربه مستر. الالجي اهو. زي ار. لانس. ويجي كان ولا كانت. كانت دستينجويتش. انترويت وستيم ولي. طبعا زر كالر اللي هو ايه و ايه و ايه. ريد و جرين و براون. عشان دنطلب في متحمل امتحانات. كلاسفكيشن اف بلانت اكوردنج تو و ايه و في برو داكشن. اول حاجة الفيرن. استعرف هو بالازرق قدامك اوه. سمول تريستيا البلانت ريبريديوز باي سبور. الفواجير ودي صورته الاديان تم ودي صورتها. بلانت ريبريديوز باي سيدز. اتقسموا ايه و بي. ما عندهم ولا ما عندهم شي. ما عندهم شي. اكتب نو و نو. و انت هتفهم. جيم نو. فكرة كده. جيم نو. نو. اهي نو نو. جيم نو ما عندهم شي لا. بريكارب ما عندهم شي. دواكارب ما عندنا امثلة تانية. بانجي. فلاور نگ بلانت. درسيد عربر ريكارب. درسيد عربي كارب. من اوت كتلين. دواكارب. و عندنا أمثلة تانية. سيد عربياد من في ادى بريكارب. دواكارب. بينان دي بي نوقف ريكورد